لو سألت واحد مثلا انت لما تتبع الاخبار دي وتجيب فيديو بعد فيديو وصفحة بعد صفحة وخبر بعد خبر ايه اللي خرجت بيه في ايدك ممكن يساعدك في الحياة هياخد وقت طويل عشان يقلف قصة ان الله يساعده في الحياة حضرت النبي علمنا ان صدورنا وقلوبنا لازم تصان فقال لا يحدثني لا يحدثني احد من اصحابي شيئا فاني احب ان القاهم وانا سليم الصدر فرسول الله سألت مش عايز يسمع حاجة علمنا وحضرت النبي هو عنده بطبعه لانه جمال طبعه صلى الله عليه وسلم هشيل الحاجات يعني عضرت النبي مش خايف انه يتفتن لكن هو حضرت النبي بيعلمنا ان محدش يقعد يسمع عشان طب لما واحد يقعد يسمع الاخبار السيئة دي كلها يقاب المجتمع ازاي يقاب المجتمع ازاي ما اكيد انتوا هتطلوع وحشين ازا كان الناس العقلاء ان الناس بنقتدي بيهم او الناس بنمشي وراهم بهذا المنظر اللي انتوا بتحكوه يبقى نمشي ورا مين والله سبحانه وتعالى جعل سمعنا وبصرنا وقلوبنا امانة وجعلنا مسؤولين عن اختيار اللي بنستقبله فقال سبحانه وتعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة انت مسؤول عن كل ده مش معنى مسؤول ان انت هتحاسب عليه بس مسؤول يعني ده امانة عليك ما ينفعش تدخل حاجة ولا تشوف حاجة هي ليست داخلة فيما يعنيك فالانسان اللي بعيش حياته بيقيله وقال بيصب ببلادة مش بس بيصب ببلادة بيصب سعاد بقسوة قلب مش بس بيصب بقسوة قلب بيصب انا اسف يعني انا اسف كتير من الناس بقى عندهم غباء انساني يعني فيه غباء اجتماعي بقى عندهم غباء انساني ليه من كتر اللي هو دخلوا ما بقاش عارف الصح والغلط ما بقاش عارف يعمل ايه ما بقاش هو عارف ان ده قيمة ولا مش قيمة فاطلق بطت الاخلاق كلها بسبب قيلة وقال فبقى عنده حاجة كده قدراته ضعفت على التفكير وحصل له خمول وحصل له حالة من حالات ازهقان من انه يفكر فما يكونش قادر انه هو يفكر بشكل كويس وما يكونش قادر على انه يبدع في عامله وما يكونش قادر كمان يدخل السرور في قلوب الناس اللي حواليه هو اصلا ما بقاش عنده سرور هقول لكم حاجة هو الشخص لما يبقى زحمة يقدر يبقى قلبه فيه رحمة هو الشخص لما يبقى زحمة هو يقدر يكون في وسط الزحمة دي يقدر يلاقي فكرة ولا الشخص هو في وسط الزحمة بيعيش اخلاق الزحمة النفس كذلك اصبح كأنه حاضر غائب عن حياته مش هنقدر نقول وممكن واحد يتجرق ويقول اصبح وكأنه بيعيش ميت في الحياة لان الحاجات المهمة اللي هي بتديله لحياته ما بيعملهاش وعايش حياة مش مهمة خالص ولا فيها هنفع عليه وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قانون مهم في حياتنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عشان كده نقدر نسترد حياتنا ونخرج كلنا ونرجع نركز تاني نركز في علاقاتنا مع أحبابنا ونطقن الحياة ونصبح تاني بنحب الحياة بصدق وده لازم نترك فيه هواس العايشة في قلب الحداث ونترك الانشغال بما لا يعنينا ولزيك دايما بقول من انشغل بما لا يعني أدمن قتل الأحلام وصناعة الأوهام اسمع كويس اللي هتنشغل بما لا يعنيك هتتقن إيه هتتقن قتل أحلامك وصناعة الأوهام ما يبقاش عندك الأحلام خلاص بتسبب ما عندكش وقت الأحلامك ترجمة نانسي قنقر